لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك يا مرحبا فيكن حبائبنا يسعد أوقاتكن يا رب تكونوا بخير ثلاثة عطور اقتصادية من شركة واحدة وهي شركة أرض الزعفران وأتمنى على الأخوة اللي بيشوفوا الفيديو ولا يعتبروا هذا الفيديو دعاية وأدعوهم دوماً للتجربة قبل الشراء والبحث على الانترنت بأسعار البلد التي يقتنونا فيها هاي بكل اللغة العربية الفصحة لحتى توصل لأكبر عدد ممكن من الأخوة ولا يعتبروا هذا الفيديو أبداً دعاية لشركة من الشركات راح ناخد أول شيء أحلام العرب من أرض الزعفران إن شاء الله يا رب أحلام العرب تكون محقق على ياعم السلام والخير عطر يشبه إذا جربته شيخ الشيوخ من لطافة هو عطر كلون عنه بشبهه بعضهم وبعتقد كمان بيروح للفرانكو فيري هاي لأنينة بهاي طريقة شكلها يعني شكلها حلو مقبول لطيف الكرتونة حتى بيجي معه ديودرة بنزيل تعرق هاي هي الكرتونة هيك شكلها من برة وهذا شكل العطر ما حنحكي النوتات بقدر ما نقول إنه سعره اقتصادي ممكن 10-8 دولار 10-12 دولار ابحثوا عنه أو دوروا بالبلد عنكم أو عملوا له جوجل شوفوا قدي سعره هذا من العطور اللي لا بأس فيها ودوامة كمان لا بأس فيه كنت حط على إيدي هون العطر الثاني اللي هو شمس الإمارات خصوصي هذا التج هيك رح نبعد لأننا شمس الإمارات ما بأعرف إذا واضح عليكم هيك شمس الإمارات خصوصي كمان هذا العطر إذا أنا حبيت شمس الإمارات ولكن مو هاي النسخة هاي النسخة لا بأس فيها يعني كويسة وسباتة حلو وقوي ولكن شمس الإمارات بس بدون خصوصي هي نفس عطر لطافة اللي هو رمز لطافة وبتعرفوا أنتو أنه أنا عمل ترفيو عليه وبحبه لهذا العطر كتير وسباته حتى يعني توائمه مع عدد كبير من العطور لا بأس فيه هلأ بالوقت الحالي عنا بالمنطقة برد صار ومطر يمكن هلأ بالصيف لسه بعده يكون مدايق شمس الإمارات خصوصي كمان سعره اقتصادي ومعقول وعنا بالمرتبة الأخيرة عود أصفهان عود أصفهان ياللي كتير من الناس ممكن تقول أنه بيشبه ديورود أصفهان من كريسين ديورو ولكن أبدا شتان إذا بدنا يعني نقارن بناتهم هاي شكل الأنينة كمان أنينة جيدة لابس فيها ورح نحكي شوي هلأ بعد هيك بس عود أصفهان عطر جبار قوي بيشبه منه كلمات من العربية للعود وأنتو بتعرفوا الأسعار كيف ولكن هذا لا يقارن كسعر مع العربية للعود ودائما أنتو بتعرفوا يعني أتمنى كمان أنه يتسع صدر العربية للعود أنه هنا أسعار فعلا مبالغ فيها ما بعرف ليش ولكن متأكد تماما أنه يعني يوجد عطور بالسوق يمكن الضاهي الروائح عندهم أو السبات حتى ولكن الأسعار مختلفة جدا عود أصفهان صندل بتشولي عود الزعفران وشم فيه كمان الجاوي ولكن يعني بنوط كتير كمان خفيفة كمان سعره اقتصادي ممكن ما بتجاوز من 10 إلى 15 دولار كمان اسألوا عنه عنكم بالمنطقة قديش أو بالجوجل هلأ إذا جمعنا هول ثلاثة مع بعض وكذلك كمان الأمر بالنسبة للاطافة يعني شوفوا هلأ هذا الكارتون أو البوكس أو الأنينة كلهم هول يعني بتلاحظوا أنه السعر كتير منخفض وذلك بعد البحث والتمحيص أكتر وجدت أنه الشراء بكميات كبيرة لهول الأناني ومثلا 200 ألف أنينة 100 ألف أنينة وأرجو من شرقة زعفران أو لطافة صح وحولي أو 300 ألف أنينة من الصين بتوقف الأنينة كتير رخيصة والسبرير ويعني البامب والكب اللي بيغطي الأنينة وبتشوفوا حتى الكارتون وتصاميمه يمكن كل الأنينة على بعضها مع الكارتون تكلف بحدود 1 إلى 2 دولار يمكن بالكتير بالكتير يعني فهون السبب بأنه الأسعار لشركات مثل لطافة أو أرض الزعفران أو الشركات اللي بتعمل كلون نسخ للعطور الأصلية أسعارها معقولة بمنتناول الجميع هيك كان معنا الفيديو لليوم كونوا بمحبة بمان الله